عذبناك اللاجلة لا أبداً ما فيه عذاب ألف صحة وهنا بعد ما شفت شي قطية بأكل بتعمله نيلة بدك دوق استروجونافل بتعمله أبعد فيه كمان بتعرف إدي أصلي مش هيكلك البيت أنا سنين عطول بالشغل بالشغل يعني مش العظمة ولا عزيمة إذا بتعزميني يا عيب الشوم دكتور ما بدك عزيمة البيت بيتك أهلا وسهلا شكراً شكراً أكيد ياسمين خبرتك عن سبب زيارتي الليلة أنا و ياسمين صار لنا فترة من أعرف بعض وعم نلتهي و وسامي صار شعفة مني أنا بحب لها ياسمين بعرف أنه راح أقدر أسعدها من شان هيك نحن قررنا نكمل حياتنا سوا والليلين نحن جايين ناخد بركتك نحن قررنا نتجوز بآخر الصيفية هيك بنعطي شوية وقت لا ياسمين لا تخبر ولدنا شو بدي أقول الله يوفقكم ويقدم اللي في خير بلأزال بجا 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 فيه افهم شو هم يصير معيك؟ كيف بتغوصي بهيك غوصة؟ انت واهي إذا جوزتي لزياد وارد بقشتك سامي؟ أول شيء وطي صوتك تاني شيء مش مظبوط مين قال لك؟ أنا سألت المحامية وقالت لي أنه ما فيه يعمل شيء يا عمي تركيني مبسوطة؟ ليه بك تعكريني مزاجي؟ عكرلك مزاجي؟ أنا عبعكرلك مزاجيك هلا؟ صحيح أنه كلامي صار تقيل على قلبك صدق المطل اللي بقوله أنا قلبي على ولدي وقلب ولدي على الحجر أنت ما بيشاره فيك هو بسي وعسامي وأنا ما بدي شي به الدنيا إن شاء الله إن شاء الله يا أمي إن شاء الله